صباح رفير مشاهدينا اهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال النهاردة يوم الاتنين 13 يناير 2020 و18 من جماد الاول 1441 مشاهدينا النهاردة الفقرة الطبية وهنتكلم فيها عن الجهاز الهضمي وخصصنا كمان في جزئية هي جرثومة المعدة طبعا بيتعرض الجهاز الهضمي للعديد من الامراض ومن ضمنها جرثومة المعدة وهنتكلم النهاردة عنها للأسف ان هي بتيجي عن طريق الاكل عن طريق المياه الملوسة والاكل الملوس واللي دايما متعودين ان هما يأكلوا بره تعالوا نعرف مع بعض النهاردة هي جرثومة المعدة وعرضها وطرق علاجها كمان وانت كمان اتدخل تدخل جراحي تعالوا نعرف النهاردة مع الدكتور اللي مشرفنا الدكتور محمد ابو العز وستاذ مساعد الجهاز الهضمي مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنة ونكمل حوار يا صباح السحة والخير والجمال والشام سيطال عمام مع رحتي اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية ولسه مكملين معاكم صباح السحة والجمال والنهاردة الفقرة الطبية ومنتكلم عن الجهاز الهضمي وخصصنا لجرثومة المعدة ومعينا الدكتور محمد ابو العز وستاذ مساعد الجهاز الهضمي صباح الخير يا دكتور محمد وإهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طبعا الجهاز الهضمي كله يا دكتور محمد بسبب لنا مشكلة كبيرة جدا أوقات الناس تحسن عندها قرحة في المعدة أوقات الناس تحسن هي تعبانة فبتقدرش تشخص الحالة كلها فاحنا هنتكلم النهاردة عن جرثومة المعدة اللي ممكن تسبب في معظم الألم اللي بيبقى موجود في المعدة هنتكلم النهاردة عن جرثومة المعدة عايزين نعرف المشاهدين الأول يعني ايه جرثومة المعدة بسم الله الرحمن الرحيم جرثومة المعدة يبتدت تلقى اهتمام ووعي متزايد عند الناس اللي فترة اللي فاتت ودي حاجة كويسة لأن هي فعلا من أسباب المهمة أو مساب المهمة لحدوث الألم البطن وأعراض الجهاز الهضمي العلوي عم أتن جرثومة المعدة هي كان في جدل زمان جدا هل في بكتيريا أصلا ممكن تتكاثر في المعدة ولا لا والسؤال ده كان بيطلع لأنه المعدة أساسا فيها حمض شديد جدا يعني زي ميت نار لو تحط على الإيد أو على جرح ممكن يحرقها فلكن هو بيتواجد في المعدة لهضم الأكل لبداية هضم الأكل طبعا السؤال هو طب إزاي بالتالي مفهود هو يهدم المعدة أو يجرح المعدة لا بيقى فيه غشاء مبطن للمعدة ووظفته أنه هو يمنع الأحماض دي أن هي تعمل تآكل في جدار المعدة فسنة 1982 كان فيه اتنين علماء من أستراليا عزلوا البكتيريا دي زرعوها يعني خدوها من العصارة بتاعة المعدة وخلوها تتكاثر برا وزرعوها وأكدوا أن هي فعلا ممكن تبقى موجودة يعني حتى أن هم خدوا بلعوها وقصيبوا بيها وقصيبوا بيها واتعلقوا منها وخفوا عشان يثبت أن فعلا موجود في بكتيريا أو جرثوم وخدوا جايزة نابل بناء على هذا الكشاف ستأكلمة تجربة جميلة آه طبعا لأن بقى فيه وعي لأن الجرثومة دي موجودة طبعا كلمة جرثومة بتبقى بتخد شوية الناس فإحنا منقول أن البكتيريا المعدة الحلزونية جاية كلمة حلزونية من شكلها ومن حركتها بس هي بكتيريا يا دكتور محمد لأن منظم الناس بفتكروا أن هي دودة لا هي بكتيريا وبكتيريا بتتكاثر وبتستعمر الجهاز الهضمي غالبا العدوى بتبقى في السن المبكر ومعظم الناس اللي بيجي لها العدوى من البكتيريا الحلزونية ما بيبقاش لها أي أعراض ولا بيبقى لها أي أثار وما بيعرفوش أن هم مصابين مصابين لها الإصابة حدتك بتيجي بنسبة أكبر في الحتة المفهاش حضارة كتير أو مفهاش أو فيها كثافة سكانية أو مستوى معيشة متوسط أو أقل من المتوسط تمام بما فيه بيبقى فيه تلوث في الأكل ومياه الشرب والحاجات اللي هي ممكن تنقل بكتيريا والاختلاط المتكاثر يعني الناس بتخاف لو حد في البيت عنده الجرثومة هل الناس كلها بقى لازم تخاف لا مش بالدرجة لا مش بالدرجة معادية على مستوى البيت لكن هي موجودة في المجتمعات يعني نقول للمجتمعات المتحضرة موجودة فيها بنسبة مثلا من 40% ل 50% أو ممكن أقل كمان والمجتمعات اللي هي حضارك مستوى معيشة أقل فيها شوية أو بلاد اللي هي الديفالوبينج النامية لسه بتبقى متواجدة فيها ممكن توصل لفوق 50% ممكن توصل لتلتين المجتمع كمان بتبقى في تلتين البلد لكن طبعا تبقى أكتر حضارك في المجتمعات اللي هي حضارك العملية أكتر والناس اللي هما فيهم كثافة أكتر والناس اللي بتاكل من الأكل اللي هو بيباع في الشارع أكتر سواء الحاجات اللي هي اللي بتباع في العربيات أو من خلال الناس بتاكل تيك هوي وجنك كتير بتجيلهم دي هما دول أكثر عرضة أكثر عرضة للعدوى للعدوى الناس بتخاف من البكتيريا الحاجنية علشان مشاكلها وعلشان مضاعفاتها اللي بتحصل منها نقول الأول يعني الأعراض يعني أعراض ازاي أن ده عنده برثومة النادى أو البكتيريا نبتدي نشك أننا العيان عنده برثومة معدى لما يبتدي يشتكي لفترات طويلة تمام لفترات طويلة شهور أنه هو بيجيله ميل القيء وغثيان وألم في فم المعدة وسوق هضم تمام وألم مع الأكل وعصر هضم وانتفاخات والأعراض دي مختامة بس يا دكتور محمد معظم الأعراض دي ممكن تجينا من البرد ممكن تجينا من في حاجة ممكن استمرار الأعراض دي هو اللي بيشكك للشخص قوي استمرارها استمرارها مع فقدان الشهية مع فقدان الشهية مع فقدان بسيط في الوزن يبقى على طول الشخص ده لازم يروح للطبيب علشان ياخد نصيحة طبية في الحالة دي الطبيب مما بيشك أنه هو عنده الجرثومة في تحليل أو حاجة ممكن في تحليل طبعا فيه الكشف الإكلينيكي التاريخ المرضي الأول واحد يعرف الظروف اللايفستايل والنمط الحياة الحياة ده مشكلة يا دكتور محمد هو ده اللي بيرجعنا الورص طراح طريقة الأكل طريقة طهي الأكل ده اللي بيسبب مشاكل كتيرة جدا بالضبط التحليل وبعد كده بيتاجه بيعمل التحليل والتحليل حضرتك التحليل إما أنه هو أكتر تحليل بيتعمله طبعا التحليل هو الدم ده ما هوش مفيد أوي فما مطلووش لكن أكتر التحليل بتطلب اللي هي التحليل هي بتاع النفس اللي فيه تحليك اسمه يورييز برات تست والتحليل في البراس الجرثومة في الإخراج ده بتبان وبتدي النتيجة طبعا ساعات بيبقى المريض عنده الجرثومة ويطلع النتيجة بتاعت مسلا التحليل ما هيش إيجابية والدكتور ساعات بيقى شاكك أنه هو لا المريض ده عنده جرثومة معدة في الحالة دي منظر المعدة وعينة المعدة هي اللي بتأكد إنها موجودة هي اللي بتأكد إنها موجودة تب فيه يعني أنواع يا دكتور محمد في جرثومة المعدة دي أخطر نوع مثلا هي جرثومة المعدة مش أخطر نوع لكن هي أكتر التكاثر يعني لما بتبقى تنشط قوي وتتكاثر قوي هي حضرتك بذلك حضرتك بتستعمر المعدة وتبتدي حضرتك تعمل الغشاء المخاطئ المبطن تبتدي تعمل فيه دفاكتس وشقوق تمام اللي بيها الحمد بيوصل لجدار المعدة ويخليها تآكل طب هو ليه الحمد بيزيد مع الناس اللي هم عندهم جرثومة المعدة لأن جرثومة المعدة بتعمل حوالي نفسها بوطقة من المجال القلوي نعم بتفرز إنزيم معين اسمه يورييز بيخلي المجال اللي حواليها قلوي فتحمي نفسها من حمد المعدة فحمد المعدة يزيد علشان يحاول أنه هو يتخلص منها فهي تخترق ومن هنا الإنسان بيحس بالحمودة من هنا الشخص بيجيله ومشاكل زيادة الحمودة اللي منها الارتجاع اللي بيحصل ومنها التهبات المعدة وتقرحات المعدة وقرحة المعدة وطبعا قرحة المعدة وتقرحات المعدة إذا تأذى يعني من هنا يا دكتور محمد ممكن نقول إن القرحة بيتيجي من الجرثومة جرثومة المعدة هي أهم سبب لأهم 90% من الناس اللي عندهم بتعملوهم منظر معدى ولقى عندهم قرحة معدى وناخد عينة من المعدة نلاقي إنه عندهم جرثومة معدى يعني جرثومة المعدة إذا أهمناها بتسبب في أمراض تانية كتير جدا طبعا بتسبب مضاعفات وتسبب المضاعفات دي تعمل زي واحد دي قلت مرض قرحة المعدة وماتا لا بقى من مضاعفات ومشاكل لقدر الله من نزيف أو أنها تنقلب يعني في ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها من الأعراض ما بتاخدش بالها من الأكل اللي برا فبالتالي إن الموضوع عندها بيكون لأ عادي فما بتحسش إنها دخلة في مشكلة كبيرة بيشتكوا بقى من حاجات تانية من الحمودة من إن أنا عند ارتجاف المريء من إن أنا فبياخدوا أدوية والتشخيص بيبقى غلط من هنا يا دكتور محمد التشخيص بقى الصحيح لجرثومة المعدة أهم التشخيص اللي بقى صحيح حضرتك اللي هو تحيي النفس والبراج وأكثرهم دقة إن احنا بناخد عين بنعمل منذار معدى وبناخد نعمل عينة العينة ديت مدقاش حتى من نقطة حتى المعدة تأخر بشا بسيطة بس بيطلع الطرف نسيج عليها وبيتفرد على الباتولوجي اللي هو المعمل وبتتسبغ والبكتيريا اللي هي اللي هم معين بتتشاف بالعين بقى فخلاص بتبقى التأكيد وبتشاف كثفتها وبتشاف هي عاملة التهاب مزمن قوي ولا خفيف ولا متوسط ولا لا وبيبان فيه بقى في المنظر فيه تقرحات ولا ما فيهش تقرحات ولا فيه قرحة يعني الأرضية اللي احنا عليها دلوقتي والارتجاع ومدى الارتجاع اللي حاصل من الحمض اللي موجود قد ايه طبعا بتتحسب بالنسبة يعني بتبقى فيه نسبة عالية وفيه نسبة متوسطة بيبان طبعا في التحليل لكن هو مجرد ان هي بتبقى متواجدة لازم ان احنا نعالجها خلاص ما عادش ينفع ان احنا بقى مريض عنده اعراض وكمان عملاله مشاكل بينه في المنظر وفي النسيج وان احنا ما نعالجها لازم طبعا بتتعالج في الحالة دي الفكرة ان الناس ده ما حضيك قلت اللي بيبقى عندهم اعراض مستمرة وبقالها فترة ما ينفعش ان دي الواحد يتعامل معها بسهولة انه راح يطنش او يقول او اخد حاجة بقى دواء السيدالي يقوله انا عايز اخد دواء فلاني ام يديهوله وكده لا طبعا ده من خطأ الشديد لان ممكن يعرض نفسه ان هي ما تتعالجش او تتعالج غلط او ان هي في الاخر تفضل موجودة ويجي له مضعفاتها اللي ممكن لقدرها توصل فعلا لو حصل ان فيه حصل قرحة واستمرت والقرحة بقت قرحة مزمنة ممكن تقلب بسرطان في المعدة اه حتة مهمة جدا يا دكتور محمد اذا اهملنا جرثومة المعدة يحصل المضعفات دي طبعا احنا نجي نقوله كم ده عشان نقلق الناس او نخدهم بل بالعكس احنا نقول الناس ان الموضوع الجرثومة المعدة بتعمل مشاكل في عشرة في المية من الناس اللي مصابين بيها لكن لما بتعمل المشاكل دي اجب ان احنا نتعامل معها باهمية وباهتمام وان احنا مناخدهاش بتساهل هي مشكلتنا ان احنا بنتساهل في كل حاجة وبنروحش للدكتور المناسب والتشخيص المناسب كمان لينا بسيط وسهل لانه في الاخر علاجها علاج دوائي وعلاج الدوائي حدوك هو بس عايش شوية التزام لانه هو بيبقى اكتر من مضادة حيوي بيقى في اما علاج انه هو بقى علاج ثلاثي او علاج رباعي او ان المريض بيضطر انه ياخد علاج اخر لو كان ليه تاريخ مرض انه هو قبل كده كانت تعالج منه هي ممكن ترجع تاني دكتور محمد يعني اذا تعالجت منها ممكن ترجع تاني وممكن ما تخفش من البروتوكول الاولاني للعلاق طبعا انه هي ترجع تاني يعني ما ترجعش تاني بالسهولة للناس متخلين انه هي بزادة حدوك هي مشكلتها انه هي لما بتستعمر المعدة وانا هنا تتكاثر تتكاثر بياخد وقت وفي الاخر ممكن برضو حدوك لو حصل عدوى منها مرة تانية ما تجيش بنفس المشاكل اللي كانت عاملها هي عدوى تجيلي تاني لكن هي مش معادية لشخص اخر ولا معادية لشخص اخر لا هي طبعا معادية انه هي معادية عن طريق انه هي بتخرج مع الاخراج وبتعمل تلاوث في المية والواحد اللي عمل مثلا دخل مثلا التوالات وما غسلش ايده كويس وبتعب بتبتدي تبروباجيت وتنتقل في المجتمع وبالذات حضرتك في الناس اللي هم الفود اللي هم بفود ساپلاير الناس اللي هم بيشتغلوا في الخدمة الغذائية اللي هم في المطابخ وفي الريستورونات وفي الزوء حضرتك الأكل على العربيات والتيكويس ينحذر كل مشاهدين اللي هم يقللوا الأكل حتى برا لان ده بيقدي إلى مشاكل كتير هم مفودن بقى فيه فحص دوري للناس اللي بتشتغل في المطاعم وكان من ده طبعا عشان الجودة ولكن هو طبعا لكن في الآخر هي دي طريقة الانتقال وهي دي وسيلة الانتقال اللي بتنتقل بيه طيب دكتور محمد التغذية شيء مهم جدا في البيت والتغذية قد ايه بتأثر على الطفل بتأثر على الانسان الكبير وممكن لو انت استخدمت الأكل بتاعك أو بتعمل بطريقة مش صحية بتأثر على المعدة جدا طب فيه أكلات معينة ممكن تساعد على ان هي ممكن تقضي على الجرثومة احنا بنقول دعمل ان حضرتك الجرثومة علشان تنمر يجب ان النمط الحقيقي بقى نمط مش صحي والنمط الغير صحي ده بقى من أهم الحاجات اللي فيها هو نظام الأكل نوعية الأكل طريقة طهي الأكل وطريقة طهي الأكل طبعا نوعية الأكل حضرتك هي نتكلم ان المضادات الأكسادة والألياف حاجات مفيدة جدا بتساعد على العلاج من الجرثومة من معدها او عدم الاصابة بيها او عدم تكاثر الجرثومة اكثر لان مضادات الأكسادة بتشتغل على المواد الضارة اللي بتفرز تمام نتيجة للتهبات المعدة ونتيجة للجرثومة يعني ما نحمرش الأكل قوي ما نسبكوش يعني بقى أكثر نميل للخضروات والفواكه تمام الخضروات الفواكه ده ما حضرتك دي بيها ألياف كتير وزي ما حضرتك قلت الأكل ما يبقاش الخضار واللي ما يبقاش مستوي قوي لأنه لما بيتسخن قوي يستوي جامد المضادات الأكسادة اللي فيه بتروح وكمان البروكليش حلو قوي جدا الخرشوف الخرشوف والأرنبيت وممكن يقضي على الجرثومة شوية اللمون والبرتقان وحنا في الشتاء كمان الناس بتخاف اللمون والبرتقان على الفكرة وتقولك أنه هو هيزود هيزود الحمول لا بالعكس طبعا الواحد لو عنده قرحة معدى ما ياخدش العموم برتقان لكن هو في العموم كممارسة عادية طبعا العموم برتقان مفيدين لكل حاجة فيهم مواد مضادة الأكسادة وفيهم ألياف والحاجات اللي كلها بيساعد ناخد معنا فاطمة بعد إذنك يا دكتور صباح الخير يا فاطمة أهلا بيكي صباح المورزيك زي حضرتك أهلا يا حساب سلام عليكم زيك يا دكتور أهلا وسهلا بقول لحضرتك أنا بوزي مش تعبان ولا حاجة بس فجأة كده أم بالليل رح مرجع ملحوض دم يعني دم لحضرتك قطع قطع كده ألف سلام كي أم ما يفتلم وحلل يعني خلاتي حلل بالعفلة شغل يروح دكتور أهلا دكتور أهلا عنده الأنزمة ستين فده ممكن يوصل إيه أو يا فاطمة طيب حبيت حضرتك بيسألها سؤال هو حضرتك بيتعالج من الاتهب كبدي مزمن يا فندم ولا لا طيب يا فاطمة تبعينا تاني يا حبيت طبعا الحالة بتاعت الحالة بتاعت زوج زوج مدام فاطمة الوقت طبعا يجب أنه يتوجه للمستشفى سريعا لأن ده بنسميه قئ دموي القئ الدموي ده حضرتك موضوع في حد ذاته من أحد أسبابه قرحة المعدة طبعا اللي بتبقى نتيجة عن جرثومة المعدة أو بكتيري الحلزيني اللي حبنتكلم عليه لكن وارد يكون عنده حاجة تانية وارد ودي أهمية منظر المعدة الطارق السريع في الحالات دي يجب أنه طبعا دلوقتي يتوقف عن الأكل والشرب ويروح لأقرب مستشفى طبعا في مستشفى بيتم التعامل معه بيتركب له على طول الأجهزة الوريد علشان ياخد فيها المحليل أو لو كان عنده أنيميا شديدة من الدم اللي فقده لأنه أكيد يعني يرجع جزء وفي جزء مرجعهوش فإحنا ما نعرفش كميالي نزافة دقيقة في الموضوع دمي يعني في الموضوع كله في ألأ طبعا فلازم نزافة عشان نشوف حتى احتمالي بي عنده دوالي معدى أو دوالي مريء من لو كان عنده تلايف في الكبد ولا حاجة لقدر الله طبعا نحن ما نعرفش هو كان عنده التهاب مزمن في الكبد ولا وفي حاجات تانية ممكن برضو تعمل بس هي قالت نقطة مشكلة كبيرة جدا معظم الرجالة فعلا ما بيحبوش يروحوا للدكاترة بس دي حالة دي طرقة حالات التوارق ما ينفعش اللي فيها أن الواحد ما يروحش الدكتور لا 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 طبعا وحتى والله الحالات الغير الطرقة ما هو ده اللي بنقوله إن بيبقى فيه حاجات بسيطة ممكن تتعالك في الأول بشكل بسيط وأدوية بسيطة وكرسات مدتها أسبوع أو أسبوعين وتتم المتابعة وخلاص لكن لو تثابت ممكن تؤدي بقى للكلام اللي حم نشوفه ده اللي حم نشوفه ده بتقول لحاداتك طيب وكمان الأكل لازم فاطمة تاخد بالها برضو من الأكل ما فيش توادي للحراء الأكل حاداتك يبتعد عن الحراء قدر الإمكان والمقلي والدهون والدسم تمام ونقلل الكافيين والنعناع والشكولاتة ومياه الغازية الحاجات دي كلها نحاول إذا كان بيشف تجار لأ طبعا يمنع تماما وألف سلامة طبعا تدخين طبعا صباح ديك قلتي مهم جدا نعم يا دكتور تدخين لأن نساعد نعالج الناس من جرثومة المعدة ويبقى عندهم قرحة المعدة ويقول لي الأعراض لسه موجودة لأن الأعراض لسه موجودة عشان تدخين التدخين لازم أتوقف طبعا ده لازم طيب معنا هبة صباح الخير يا هبة أهلا بيكي صباح النور فبدالي حابب حبا صباح الخير من الدكتور أنا وسهلا حبا سألك يا دكتور أنا عندي كانت عندي نسبة جرثومة وتعليقتي منها وبيت كويسة بعد كده جالي مكروف في المعدة أخدته وأخدت علاج بس دلوقتي لو أخدت علم مسكن أو أي حاجة بيبقى حاسة أنها أريد أن أرجع دايما وما برتاحش غير لما برجع وحب بسأل حضرتك هل فعلا هي جرثومة المعدة ممكن تجده أو حاجة زي دور حركي هي تبقى السبب الرئيسي هنا الأعراض يعني طيب يا هبة حضرتك خدت علاج لجرثومة المعدة أبلي كده فانت أه خدت علاج وتابعت راحت ولا لأ أه أعملت تحليل بعدها كانت كويسة بس فترة بعد كده حسيت بتعب ما عملتش تاني تحليل وما عملتش منظر معادة لا هو الدكتور قال لي مش محتاجة منظر مش محتاجة تمام طيب يا هبة في أي سؤال لا خلاص ما فيش سؤال تاني طبعا لا إحنا هي دي هنا معلش أنه عندي شوية اختلاف مع الرأي الطبيب المرادي أنه لا بيبقى لما بيبقى الأعراض مستمرة مع أن إحنا خدنا العلاج وأن التحليل بين أنه هو مش موجود غالبا طبعا بقى في البراز يبقى لا لازم نعمل منظر معادة وناخد عينا عشان نتأكد هي راحت ولا لا هو دا اللي بنقوله وما نستصعبش عمل المنظر المعدة أبدا في الحالات دي لأن هي في الآخر آلة تشخيصية بسيطة وغير متعبة والعيين بيعمل المنظر في دقتين تلاتة خمس زائي كتير وهو نايم وبتاخد عينا لكن بيبقى ليها فايدة تشخيصية وعلاجية كبيرة جدا توفر على المريض مشاكل تانية كتير طيب ما هي بتقولي تعالجت والأسف حست بدوخة تانية هل من الأعراض من الأعراض طبعا آه طبعا يعني هي لازم تراجع تاني لازم تراجع تاني وتتأكد وتتأكد لو التحليل وزي ما قد حدك التحليل العادي لا يكفي تحليل عينات المعدة هي الأساس طبعا يا دكتور للأسف الوقت انتهى وبشكرك جدا جدا هذه النصيحة صغيرة للمشاهدين النصيحة صغيرة انه مش عايزي بقى فيه قلق متزايد لجرثونت المعدة وان احنا نحل العمال على بطال لأي أعراض خفيفة بسيطة تيجي لمدة تقعد يومين ثلاثة وتروح لجرثونت المعدة لأ جرثونت المعدة حاجة بتؤدي إلى مشاكل مزمنة فاللي عنده أعراض مزمنة مستمرة معاه لفترة أكتر من شهر أو شهرين في الحالة دي نديها أهمية وفي الحالة دي نروح للطبيب يزي نكاف على صحتنا وانحنا نحافظ على صحتنا في نامة الحياة ونظام الأكل ونظام الأكل طبعا شيء مهم جدا بشكرك طبعا يا دكتور محمد شرفتنا بمعلوماتك القيمة والجميلة ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني ان شاء الله مشاهدينا أهم حاجة طبعا صحتنا واهم حاجة فعلا نمط أكلنا وطريقة طهينا علشان أهم حاجة ناخد بنا كمان على أولادنا وعلى صحتنا طبعا بنشكركم جدا وبنشكر ضيفنا العزيز النهاردة اللي كان مشرفنا الدكتور محمد أبو العز استشاري مساعد الجهاز الهضمي والكبد أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والكبد مشاهدينا أشوفوا في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصباح الصحة والجمال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر